طيب مستوى النادي الأهلي بقى شايفوا ازاي خلال من بداية الموسم وحتى الآن يعني شكل عام يعني بشكل عام أشوف ان انت ماشي بخطة ثابتة طبعا الحمد لله عندك زي ما الترفضل الإسلام من شوية قلت ان فيه عدد فيه لعبة موجودين وفيه لعبة المصابين خلاص بدأوا يرجعوا أشوف ان فيه استقرار فني ان انت كمان من مباراة لمباراة مستوىك الفني عمال يعلى انت بقول لك المباراة المصري قدتها بشكل كويس جدا جدا واهداف وجمل بتتلعب شكلنا كويس قوي انتشار جيد الخطوط قريبة من بعض والتنظيم دوت بتاع المدير الفني كابتة إسلام واعتقد نصر الكرة ما شاء الله يمكن احنا من الفرق اللي بنبني من تحته بنحضر وبنصر للمرنة بشكل كويس جدا نفس القصة بباراة الإسماعيل قدناها بشكل كويس وكسبت بشكل كويس أهداف وأداء وكل شوية انا بحاول نكسب لعيبة عاوز مثلا زي الكوكا كده مثلا اتمنى ان احنا ندي برضو بالزبط كده ندي أولادنا واحدة واحدة زي ما قلت بسأنا نكون كوكا خلاص خد فرصة واعتقد الحمد لله رب العمين ان انضمام المنتخب مصر الأول ده حاجة كبيرة جدا جدا بترفع من معاونات الولد بتقربوا كمان ان هو يبقى أساسي في النادي الآيف مصر ما العبودة صعب جدا لان في وجود مروان وديانجو وستولية راجع وندفيد راجع عندك كمية لعيبة كتيرة جدا في المكان ده المنافسة المنافسة دي كلها هتصب في مصلحة النادي الأهلي في صلح الفريق مباراة سنبا كابتن يعني زي ما احنا شايفين كده وزي ما اتكلمتنا في بداية هذه الحلقة هناك شحن كبير جدا عايزين يكسبوا النادي الأهلي وده حقهم طبعا عايزين يكسبوا النادي الأهلي عايزين يعملوا مباراة أمام النادي الأهلي جيدة عشان يفوز على بطل أفريقيا وكذا وكذا ويكمل هذا المشوار في بداية الدوري الافريقي كيف ترى نادي سنبا من الناحية الفنية الفرق تنزانيا انا عارف احنا لسه ما تفرجنش على سنبا لكن كلم على أهم ما يميز الفرق في تنزانيا في تنزانيا الفترة الفترة كانت من السلام احنا كنا في أفريقيا كنا مثلا منتخب أول كان البطولات الأفريقية احنا كنا بروح نلاعب تنزانيا هناك انا مش عايزوا لك يعني الدول الأفريقية انت سفرت طبعا شوفت وعارف اعتقد يعني الامكانيات كانت متوضعة جدا جدا دلوقتي الوضع تغير الفرق بدأت تقوي نفسها انت ممكن فريق تنزاني ده وانتلاقي خمس ستة لعبة محترفين في الدولة الفرنسي الدينة تغيرت الملاعب كمان انت هتشوف الملعب واعتقل ان فيه فتتاح في يوم الملعب طبعا لسه فيه فتتاح حي تعمل وفتتاح حفلة كبيرة جدا وجمهور كتير جاي لا هم متغيرين طبعا لما يكون فيه مثلا سبع تمن لعبة من فرق سيمبا من الدولة نفسها محترفين برا دي بتفرج جدا معهم الملاعب كمان الابشن بتاع اللعبة نفسها العناصر اللي بتنجح اللعبة اللاعب الاستاذ الملعب ارضية الملعب النجيلة الادوات كل ده تغير كل ده خلاص ما اعتقد يعني الدينة تغيرت